القابعون في المخيمات باتوا نسيا منسية وثم تجيل من الأطفال لم يعرف غير حياة النزوح والمساكن البسيطة التي لا تشبعهم من جوء أو تؤمنهم من خوف وتقلبات الطقس كحال هذا الطفل المسمى نازح والذي تصف أمه واقع الأسرة المرير من خلاله خلق النازح سمي له نازح لأننا نتغربنا بالنزيح تمام قسنا بعد النزيح غير أسبوع عندنا هذا النازح تمام ما سمي له مكانه معانا نازح 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 نحن هو مكاننا نحن نازحين المعاناة التي تكبدتها هذه الأسرة في الترحال من مخيم إلى آخر هربا من نيران أطراف الصراع خلفت آثارا نفسية كبيرة لدى هذه العائلة وتحديدا الأم التي تتعاطى المهدئات والمسكينات وباتت في عداد المرضى النفسيين أنا قاية استعمل حبوب حقا مكاني أنا من نفسي من الفقايا أنا من حق الحالة النفسية حلما تقيني الحالة النفسية خلاص أكذب فوق عيالي وإلى الجنوب من تعز حيث منطقة نجد قسيم بالمسرح تعيش عشرات الأسر أوضاعا صعبة كونها تركت دون رعاية أو تعهد من قبل السلطة المحلية في تعز أو وكالات الإغاثة الأممية في توفير أبسط مقاومات الحياة مطالب كان من السلطة المحلية في المسرح بأن تقوم بواجبها على نحو صحيح أن تعطيني إحنا المفارش والبطانيات والخزانات ولكن والله نفتقد إلى دنا الحاجة حتى حمام ما فيش يعني معناته دقيق ما فيش بور ما فيش زيت ما فيش الكثير من الحالات في هذا المخيم تشكو تخلي القريب والبعيد عنها وألجأتها الحاجة لمد يدها بحثا عن كسرة خبز تقيم أودها بعد تخلي المنظمات الأممية والجمعيات الخيرية عن مسؤولياتها تجاهها وأنا لا أستطيع أن أصبح حتى قط مابور لي أربع أشهر ذانب المخيم هذا ولا أوقع لي حاجة أولادي اثنين بدأ خلصا عواحي مريض وحي اشتغل يبنيها لأسره وقصاهنا الله عليها ولا شي يقول حتى يا أمم السلام عليك شو برد حتى قلبي قلبي شو برد حتى قيله بالشهر الكريم لا غير بير فاشتلفهم لي تقارير أممية أكدت أن ما يقارب من 89% من النازحين غير قادرين على تلبيت احتياجاتهم اليومية من الغذاء وزاد الطين بالله توقف برامج المنظمات الأممية بدعوى نقص التمويل وفي ظل المخاوف من انهيار هذه المخيمات نتيجته طول الأمطار بغزارة وأصبح هؤلاء النازحين كلما استسقوا الدنيا طمعا في الخير أمطرت عليهم مصائبا ترجمة نانسي قنقر